اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الضربة التي قتلت مسؤولاً في الاستخبارات أو في استخبارات الحرس التوري الإيراني ونايبه وعنصرين آخرين في دمشق الخارجية الإيرانية قالت إن الطهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وصفة الغارة الإسرائيلية بالمحاولة اليائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة يأتي ذلك بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية حي المزة في دمشق وقتلت عشرة أشخاص من بينهم مسؤولاً من استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ونايبه بدورها أشارت رويترزي لأن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ محددة الهدف بدقة أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم يأتي في سياق مواصلة إسرائيل منذ فترة حملة قصف لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا وتداول نشطاء على مواقع التواصل لقطات توثق موقع الانفجار في العاصمة السورية دمشق نتابا ترجمة نانسي قنقر 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 على الرغم من تعرض الحضور العسكري الإيراني في سوريا لضغوط أمريكية وضربات إسرائيلية متكررة أن إيران تصنف حتى الآن القوة الأجنبية الأكبر في الأراضي السورية حاضرون في سوريا بشكل صريح وبطلب من الحكومة كما يقول المسؤولون الإيرانيون في تصريحاتهم إيران بحرسها الثوري وتحديدا فيلق القدس صنفت كأكبر القوى الأجنبية انتشارا في سوريا فلهم أكثر من 570 موقعا عسكريا منها 55 قاعدة عسكرية و515 نقطة يتركزون بشكل خاص في حلب ومن ثم ريف دمشق ودير الزور بالترتيب هم موجودون في كل المحافظات إجمالا لكن أقل انتشارا يسجل لهم في طرطوس بتسع مواقع فقط الحضور الإيراني في سوريا لا يعني فقط مقاتلين ومستشارين عسكريين وفق التقارير إيران تدعم فصائل مسلحة يعود حضورها في سوريا إلى عام 2011 تحديدا بعد شهر ونصف من اندلاع الاحتجاجات في البلاد عديد هذه الفصائل المدعومة إيرانيا في سوريا يبلغ 65 ألف عنصر منهم سوريون وعراقيون لبنانيون وأفغان وكذلك باكستانيون بينما أقر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في أغسطس 2020 بأن عدد هؤلاء يتجاوز 100 ألف عنصر وهم منضوون في 70 فصيلا مسلحا تلك الفصائل المدعومة إيرانيا غالبا ما يتم استهدافها بغارات يتبنى التحالف عددا منها وينسب بعضها إلى إسرائيل التي تلتزم الصمت حيالها لسيما في محيط دمشق ومحافظات درعا والسويدة والقنيطرة جنوبا هذه المحافظات الثلاث التي تريد إسرائيل إبعاد الفصائل عنها إلى أبعد نقطة كما تفيد التقارير لإيران والفصائل المدعومة منها 82 موقعا عسكريا ينتشر فيها أكثر من 11500 مقاتل وفق التقديرات وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الفصائل المدعومة إيرانيا أعادت تموضعها في عدة محافظات سورية لسيما دير الزور ودرعا جنوبا وذلك بفعل الضربات التي ينفذها التحالف وإسرائيل هنا وهناك ترجمة نانسي قنقر